أبو دحيم ماشي بالونات وهالونات محملة طماطق صناديق طماطق ماشي بهالشارع وفجأة أبو دحيم دق إشارة يسار يعني شغل الإشارة اليسار ولف يمين وتربع إلى أبو علي أبو علي صدم في ذلك الصدمة من وراء نزل أبو علي ونزل أبو دحيم طبعاً أبو دحيم عصب على من؟ على أبو علي على اللي صدمه من وراء قال أبو دحيم يا أبو علي يا أبو علي ما تشوف؟ قال أبو دحيم يا أبو علي الله يديك تدق إشارة يسار وتنف يمين وتقول أنا ما أشوف وش لون؟ قال أبو دحيم ما تشوف ما تشوف؟ وين عيونك؟ قال وش لون؟ كيف؟ قال أنا محمس ونديك طماط واضحة قدامك ورايح سوق الخضار وسوق الخضار يمين يقول الله لا يعمين يا أبو علي ما شفت كل هالطماط اللي هديك وشفت هالإشارة الصغيرة ما عليك من هالإشارة؟ أه صغيرة الله يسامحك هاذي مشكلة خطيرة جدا جدا عدم الاعتراب بالخطأ وخاصة مع الأبناء لا أعترف من قوة الشخصية إذا أنت قوي الشخصية وعندك ثقة عالية وتقدير ذات عالي تعترف تقول فعلا أنا غلطان وآسف كذا يتعلم الأبناء ثقافة الاعتذار بعض المؤلمين يعني يخطئ أغلاط وما يعتذر ما يتأسف ويصرف الموضوع يعني اللي يعترف بالغلاط معروف أنه قوي الشخصية صح صحيح كيد معروف عند كل الناس